الموقف الضعيف من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه قرار محكمة إسطنبول تابع للنظام التركي بالسجن مدى الحياة بحق الناشط المدني عثمان كافالا كان موضع انتقاد داخل مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز وجه انتقادات لاذعة إلى إدارة بايدن وبشكل خاص إلى وزارة الخارجية لفشلها في إدانة الحكم مينينديز وخلال جلسة استماع بشأن ميزانية وزارة الخارجية أكد أن بيان مكتب الوزير أنتوني بلينكين يوم الأثنين لا يفي بالغرض المطلوب السيناتور الأمريكي أضاف أن هذا الموقف الضعيف هو سبب استمرار شخصيات سلطوية مثل رئيس النظام التركي رجب أردوغان بفعل ما يريدونه مشددا على أهمية إدانة الولايات المتحدة لقرار المحكمة وكانت زارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في بيان يوم الأثنين أن الإدانة التي وجهت إلى كافالا بسعيه للإطاحة بالنظام من خلال تمويل احتجاجات حديقة جيزي في عام 2013 لا تتفق مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون البيان أضاف بأن الولايات المتحدة منزعجة وتشعر بخيبة أمل عميقة من قرار المحكمة مكررا دعوة واشنطن إلى النظام التركي للإفراج عن كافالا تماشيا مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان